فضيلة الشيخ وفقكم الله قرئة هذه العبارة نفخ فيه من روحه أي من أمره ألا يعد هذا تأوين لهذه الصفة لا يا أخي ما نفخ فيه من روح التي هي من صفة الله عز وجل وإنما هي الروح المخلوقة ما يمكن أن المخلوق يحل شيء من ذات الله عز وجل هذا القصد مثل عيسى روح الله ليس معناه روح الله التي هي من صفاته سبحانه وإنما روحه المخلوقة التي أرسل بها جبريل أرسل بها جبريل فنفخها في مريم نعم المخلوقة نعم